دعوة للتحرك للتعامل مع اثيوبيا بسبب ما تقوم به من التحكم في مجرم ياه نهر النيل كلنا عارفين ان مصر قدمت شكوى لمجلس الامن التابع للامم المتحدة بسبب تصريحات رئيس وزراء اثيوبيا وخصوص المرحلة الخمسة من ملء سد النهضة مصر اكدت انها هتاخد كل الاجراءات الممكنة عشان تحمي مصالحها وامنها المال الدكتور محمد محمود مهران استاذ القانون الدولي قال ان الوضع بقى خطير وقال ان الموضوع محتاج تدخل دولي عاجل وكمان قال ان الخطاب المصري لمجلس الامن مهم لانه بيفتح الباب قدام تدخل دولي ممكن يشمل قرارات قوية تلزم اثيوبيا تحت الفصل السابع من مفاق الامم المتحدة مهران اضاف ان مصر ممكن تفكر تطلب رأي استشاري من محكمة العادل الدولية بخصوص تصرفات اثيوبيا الاحدية في ملء السد وقال ان مصر عندها الحق في الدفاع عن امنها الماء وفقا للمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة بعد ما استخدمت كل الطرق الدبلوماسية لحل الازمة كمان اكد مهران على ضرورة تطوير القوانين الدولية للمياه عشان تحمي حقوق الدول في المياه المشتركة وتضمن حل النزاعات بشكل عادل وفعال في نفس السياق استاذ العلوم السياسية حسن سلامة وضح ان مصر لسا بتدور على الحلول الدبلوماسية لكن كمان بتأكد انها مش هتقبل التصرفات الاسيوبية اللي يعني بتمس امنها المال في النهاية مصر مستعدة لكل الاحتمالات عشان تحمي حقها في مياه النيل اترك لحضرك والتعليق على هذا الخبر